أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال رفور الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخصاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح ططر أبي بكر للقسام قال تعرفت أنه الحق قال أبو داود ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زهري بإسنان وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا قال أبو داود قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر وزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروا عن بسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمر بن يحيا المازني عن أبيه قال سنعت أبا سعيد الخدرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذوز صدقه وليس فيما دون خمس أواق صدقه وليس فيما دون خمسة أوتق صدقه حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمر بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائف عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوتق زكاة والوسق ستون مختومة قال أبو داود أبو البختري لم يصنع من أبي سعيد حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاج حدثنا محمد بن بشار حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبني المالكية قال قال رجل لعمران بن حسين يا أبا نجيب إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل أربعين درهما درهم ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن قال لا قال فعن من أخذتم هذا أخذتموه عننا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن ثمرة بن جندب حدثني حبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن ثمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيه حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارف حدثنا حسين عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدئه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيا سركي أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قال كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكم حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمر بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمر بن عطاء أخضر عن عبد الله بن شداد بن الهات أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت فمعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهم قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكي قال تضمه إلى غيره حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطيه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذوز شاك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحف إلى ستين فإذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقة ثاني طروقة الفحف إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائب الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتاله أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود منها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحبه ويجعل معها شاتين إن استيسرتاله أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه قال أبو داود إلى ها هنا ثم أتقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاب فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاب وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبدغ مئتين فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبدغ ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شات شاء ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ ثائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالك عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة صدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيثه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شيا وفي عشرين أربع شيا وفي خمس وعشرين ابنة مقاب إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى تسين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين فإن زادت واحدة على المئتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مئة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عين قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت أشياء أثلاة ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن ابنة مخاب فابن لابون ولم يذكر كلام الزهري حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وتالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعى وعشرين ومئة فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعى وثلاثين ومئة فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حقثاني وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومئة فإذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة فإذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة فإذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقة ثاني وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة فإذا كانت مئسين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذة وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يأخذ في الصدقة هلمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مالك وقول عمر بن الخصاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لألا يكون فيها إلا شاة ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شاة فإذا أظلهم المصدق فالرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت في ذلك حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارف الأعوى عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة درهم فما زادت على حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وسلاة فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاب فإن لم تكن بنت مخاب فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتاء الجمل إلى عشرين ومئة فإن كان في الإنج أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق فشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقطه الأنهار أو سقط السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام قال زهير أحسبه قال مرة وفي حديث عاصم إذا لن يكن في الإبل ابنة مخاب ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وتم آخر عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك مئتا جرهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار فإذا كان لك عشرون دينار وحال عليها الحول ففيها نفق دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جرير قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول حدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو عوانس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضم عن علي عليه السلام قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيص فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة زرائم قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوان ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارك عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال أبو داود وروا حديث النفيدي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أو قفوه على علي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهد بن حكيم وحدثنا محمد بن العلاء وأخبرنا أبو أسامة عن بهد بن حكيم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء مؤتجرا لها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء حدثنا حدثنا المفيدي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين سبيعا أو سبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون في اليمن حدثنا عثمان بن أبي شيبة ونفيدي وابن المثنة قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسوق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حدثنا هارول بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسرو عن معاذ بجبر قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر لم يذكر في يابا تكون في اليمن ولا ذكر يعني محتر قال ابو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وابو عوانة ويحيى بن سعيد عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروح قال يعلى ومعمر عن معاد مثله حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن هلال ابن خباب عن ميثرة ابي صالح عن ثويد ابن غفلة قال سرت او قال اخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان انما يأتي المياه في نترد الغنم فيقول ادوا صدقات اموالكم قال فعمد رجل منهم الى ناقة كوما قال قلت يا ابا صالح ما الكوما قال عظيمة السنة قال فابا ان يقبلها قال اني احب ان تأخذ خير ابني قال فابا ان يقبلها قال فخطم له اخرى دونها فابا ان يقبلها ثم خطم له اخرى دونها فقبلها وقال اني اخذها واخاف ان يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت الى رجل فتخيرت عليه ابنة قال ابو داود ورواه هشيم عن هلال ابن خباب نحوة الا انه قال لا يفرق حدثنا محمد ابن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عثمان ابن ابي زرعة عن ابي ليلى الكندي عن ثويد ابن غفلة قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع فشية الصدقة ولم يذكر راض على من حدثنا الحسن ابن علي حدثنا وكيع عن زكري بن اسحاق المكري عن عمر ابن ابي سفيان الجمحي عن مسلم ابن سفنة اليشكري قال قال الحسن روح يقول مسلم ابن فعبة قال استعمل نافع ابن علقمة ابي على عرافة قومه فامره ان يصدقهم قال فبعتني ابي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر ابن ديسم فقلت ان ابي بعثني اليك يعني لاصدقك قال ابن اخي واي نحو تأخذون قلت نخسار حتى ان نتبين ضعوع الغنى قال ابن اخي فاني احدثك اني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنى من لي فجاءني رجلان على بعير فقالا لي انا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اليك بأدي صدقة غنى فقلت ما علي فيها فقالا شاثا فاعمد الى شاثا قد عرحت مكانها ممتلئة محضا وشحمة فاخرجتها اليه فقالا هذه شاث الشافع وقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافعا قلت فاي شيء تأخذان قالا عناقا جذعة او ثنية قال فاعمد الى عناق معطاط والمعطاط التي لم تلت ولد وقد حان ولادها فاخرجتها اليهما فقالا ناولناها فجعلاها معهما على بعيعهما ثم انطلقا قال ابو داود رواه ابو عاصم عن زكرياء قال ايضا مسلم بن شعبة كما قال روح حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا روح حدثنا زكرياء بن اسحاء باسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد قال ابو داود وقرأت في كتاب عبدالله بن سالم بحنس عند آل عم بن الحارث الحنسي عن الزبيدي قال واخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبدالله بن معاوية الغابري من غابرة قيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعقى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاء قال حدثني عبدالله بن أبي بكر عن يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فعد بن زرارة عن عمارة بن عمر بن حزيز عن أبي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقة فمررت برجل فلما جمع لي ما له لم أجد عليه فيه إلا ابنة مقاب فقلت له أد ابنة مقاب فإنها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا بحر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فاعرض عليه ما عرضت عليك ففعل فإن قبله منك قبلته وإن غده عليك رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بناقة التي عرض عليك حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وإيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قطر قبله فجمعت له مالي وزعر أن ما علي فيه ابنة مخاب وذلك ما لا لبن فيه ولا ضر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى عليك وها هي ذي قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليه فإن تطوعت بخير أجرت الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن وزيد بن أبي حبيب عن سعر بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتعد في الصدق كمانعها حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبي المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ليسم وقال ابن عبي من بني سدوس عن بشير بن الخصافية قال ابن عبي في حديث وما كان اسمه بشير ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشير قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا حدثنا الحسن بن عبي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أفحار الصدقة يعتدون قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المتنى قال حدثنا بشير بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عسين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم رقيب مبغضون فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحف يعني ابن زياد وحدثنا عثمان بن أبي شيدا حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العرسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمون قال فقال أرضو مصدقيكم قالوا يا رسول الله وإن ظلمون قال أرضو مصدقيكم زاد عثمان وإن ظلمتم قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صبر عني مصدق بعدما سنات هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راب حدثنا حقس بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قالا حدثنا شعبة عن عمر بن مر عن عبد الله بن أبي أوفر قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تأخذ صدقاتهم إلا في دورهم حدثنا الحسن بن علي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواطعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأخطى مواطع أصحاب الصدق فتجنب إليه ولكن تأخذ في موضعها حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخصار رضي الله عنه حمل على فرث في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياب قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي فريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخير والرقيق ذكاة إلا ذكاة الفطر في الرقيق حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في إفرته صدقتك حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالب بن عبد الله عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سخت السماء والأنهار والعيون أو كان بعد العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سخت الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال قال وكيع البعل الكبوت الذي ينبت من ماء السماء قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياسن الأسدية عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء وقال نطر بن شميل البعل ماء المطر حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك ابن عبد الله ابن أبن نمر عن عطاء ابن يسار عن معاذ ابن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر قال أبو داود شبرت قساءة بمصر ثلاثة عشر شبر ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عزلي حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا موسى بن أعين عن عمر بن الحارف المصري عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل وكان سأله أن يحل له واديا يقال له سلبا فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله سلبة وإلا فإنما هو جباب غيث يأكله من يشاء حدثنا أحمد بن عبدسى الضبي حدثنا المغيرة ونتبه إلى عبد الرحمن بن الحارف المخدومي قال حدثني أبي عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قرب وقال سفيان بن عبد الله الثقافي قال وكان يحني لهم واديين زاذا فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن بطن من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قرب وقال واديين لهم حدثنا عبد العزيز بن السري الناخط حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاء عن الزهرية عن سعيد بن المسيد عن عساب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرص العنب كما يقرص النخل وتأخذ زكاته زبيبا كما تأخذ زكاة النخل ثم حدثنا محمد بن إسحاء المسيدين حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعنى قال أبو داود سعيد لم يسمع من عتاب شيء حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حسمة إلى مجلس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرطتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلثة فدعوا غب قال أبو داود الخارط يدعوا الثلثة للشرفة حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريد قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال وهي تذكر شأن خيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود ويخرط النسل حين يطيل قبل أن يؤكل منه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيط أن يؤخذا في الصدقة قال زهري لونين من تمر المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري حدثنا نصر بن عاطم الأنطاكي حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عفا وقد علق رجل قنا حشفا وطعن بالعطى في ذلك الخن وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة حدثنا محمود بن خالد دمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمر قندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن أكرمه عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طفرة للصائم من اللذو والرفة طعمة للمساكين من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مصبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من ثمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جحضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر قال قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال أبو جاود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى قال أبو جاود قال فيه أيوب عبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا حدثنا الحيثم بن خالد الجهني حدثنا حسين بن علي الجعفي عن ذائدة حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تم أو ثلث أو ذريب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وأكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع الحنطة مكان صاع من تلك الأشياء حدثنا مسدد وسليمان بن داود العكتي قال حدثنا حماج عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي تعيد الفضرية قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاسا الفطر عن كل صغير وكبير حر أو منذوب صاعا من طعام أو صاعا من أخط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاويته حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنظر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تم فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاقى عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعنى وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من سنطة وليس بمحكور حدثنا مستدد أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحيث قال أبو داود وقد ذكر معاوية ابن حشام في هذا الحديث عن الثوري عن عيد بن أسلام عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من جر وهو وثم من معاوية ابن حشام أو ممن رواه عنه حدثنا حامد بن يحيا أصبرنا سكيان وحدثنا مسدد حدثنا يحيا عن ابن عجلان سمع عياضا وقال سمعت لأبا سعيد القدرية يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أطق أو زبيب هذا حديث يحيا زاد سكيانا أو صاعا من دقيق قال حامد فأنكروا عليه فتركه سكيان قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيال حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن نعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل إثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم ويرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى زاد سليمان في حديث غني أو فقير حدثنا علي بن الحسن الدراء بالجردي حدثنا عبد الله بن يزير حدثنا همام حدثنا بكر وابن وائب عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن يحيا ليسى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيا هو بكر ابن وائل ابن داود ان الزهرية حدثهم عن عبدالله ابن فعلبس ابن فعيد عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبة فامر بصدقة الفطر صاع تمب او صاع شعير عن كل رأس زاد علي في حديث او صاع فر او قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعب حدثنا احمد ابن صاحب حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جريه قال وقال ابن شهد قال عبدالله ابن فعلبس قال ابن صالح قال العدوين وانما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرد حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا سهل ابن يوسف قال حميد اخبرنا عن الحسن قال حطب ابن عباس رحمه الله في اخر رمضان على منبر البصرة فقال اخرجوا صدقة قومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال منها هنا من اهل المدينة اوموا الى اشوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون ارد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر او شعير او مصف صاع من قمح على كل حر او مملوك ذكر او انثى صغير او كبير فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رقصة قال قد اوسع الله عليكم فلو جعلكموه صاعا من كل شيء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صار حدثنا الحسن ابن الصباح حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابي الزناد عن ابي هريرة قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم عمر من الخصاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد ابن الوليد فانكم تظلمون خالدا فقد احترث ادراعه واعتده في سبيل الله واما العباس عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال اما شعرت ان عم الرجل صنو الاب او صنو ابيه حدثنا تعيف ابن منصور حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الحجاج ابن دينار عن الحكم عن حجية عن علي ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك قال مرة فاذن له في ذلك قال ابو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور ابن زاذان عن الحكم عن الحسن ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه شيم صحة حدثنا نصر ابن علي اخبرنا ابي اخبرنا ابراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن ابيه ان زياذا او بعضا امراء بعث عمران بن حسين على الصدقة فلما رجع قال لعمران اين الماء قال ولما لأرسلتني اخذناها من حيث كنا نأخذها على عفد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عفد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش او خدوش او خدوح في وجهه فقال يا رسول الله وما الغناء قال خمسون درهم او قيمتها من الذهب قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان بن سفيان حفظي ان شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان حدثناه زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني اسد انه قال نزلت انا واثلي ببقيع الارقة فقال لي اهل اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله فجعلوا يذكرون حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجهت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطي فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدها فقد سأل الحافة قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية والأوقية أربعون درهمة قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنان الله عز وجل قال أبو داود هكذا رواه التوري كما قال مالك حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخضري عن أبيه أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحى فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية قال هشام خير من أربعين درهمة فرجعت فلم أسأله شيئا زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهمة حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا مسكين حدثنا محمد بن المهاجر عن غبيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن حنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسأله فأمر لهما بما سأله وأمر معاوية فكتب لهما بما سأله فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة متلمث فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يكتر من النار وقال النفيدي في موضع آخر من جمر جهنم فقالوا يا رسول الله وما يغنيه وقال النفيدي في موضع آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال قدر ما يغذيه ويعشيه وقال النفيدي في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرم أنه سمع زياد بن الحارف الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلة قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقا حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يحقنون به فيعطونه حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل هل معنا؟ قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن زهير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ولكن المسكين المتعفف زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعلاء المحروم من كلام الزهر وهو أطف حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيان نبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفض فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حب فيها لغني ولا لقوي مكتسد حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختل حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة بغني ولا لذي مرة سوية قال أبو داود رواه كفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم ورواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوية وقال عطاء بن زهير أنه لقي عبد الله بن عمر قال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوية حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامر عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار المسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الغزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي تعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود ورواه ابن عينة عن زيد كما قال مالك ورواه التوري عن زيد قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عوفن الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي تعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فخير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعو قال أبو داود ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن عبيد الصائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار قال له سهل بن أبي حسنة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة يعني بية الأنصار الذي قتل بخير حدثنا حق بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزار عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء أترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيبة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قبيبة حتى تأتينا الصدق فنأمر لك بها ثم قال يا قبيبة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثا رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم ينسك ورجل أصابته جائحة فاجداحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال ثدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام القوم قد أصابت ثلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو ثدادا من عيش ثم ينسك وما سواهن من المسألة يا قبيبة تحش يأكلها قاحبها تحتها حدثنا عبدالله بن مسلم أخبرنا عيش بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلد حلس نلبس بعضا ونبسط بعضا وقعب نشرب فيه من الماء قال اتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصار وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهله واشتري بالآخر قدوما فأتني به فأته به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال لبو اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوم فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتسا في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مضقع أو لذي غرم مضقع أو لذي دم موجع حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوح بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها ثلاثة فبسطنا أيدينا فبايعناك فقال يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى من بايعناك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسأل الناس شيئا قال ولقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد حدثنا عبيد الله كمعان حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاطم عن أبي العالي عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد اللي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفوه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتطبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من القبر حدثنا مسدد حدثنا عبد الله ابن داود وحدثنا عبد الملك ابن حبيب أبو مروان حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير ابن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالنا لم تسج فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغناء إما بموت عاجل أو غنى عاجل حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث ابن سعب عن جعفر ابن ربيعة عن بكر ابن سوادة عن مسلم ابن مخشي عن ابن الفراث أن الفراثية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وإن كنت فائلا لا بد فاسأل الصالح حدثنا أبو الوليد الطيالس حدثنا ليس عن بكير ابن عبد الله ابن أشج عن بسر ابن سعيد عن ابن الساعدي قال تعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرقت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت 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 إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قوله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكن وتفضح حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعقف منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائل قال أبو داود خلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارد اليد العليا المتعففة وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة وقال واحد عن حماد المتعففة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة ابن حميد التيني حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوى عن أبيه مالك بن نظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فييد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها قال حتى آت للنبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتاد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتاد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد كمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلته قال أبو داود رواه هشام عن قتاد هكذا حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصبر حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيخ قال حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن عبي عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحو ذات أبي يبدل هالا حدثنا عمر بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن خساس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال ما هذا قالوا شيء تصدق به على بريرة فقال هو لها صدق ولنا هدية حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا ذهير حدثنا عبد الله بن عطا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها مات وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجر فيك ورجعت إليك في الميران حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعج المعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم سكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعطون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأضافها ليس فيها عقصاء ولا جرحا كلما مضت أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعطون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بخفافها كلما مضت عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعطون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قسادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتترق الفحل وتسقي اللبن حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاطم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل فذكر نحوه زاد وإعارة دلها حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن سلم عن محمد بن إسحا عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاس عشرة أوسق من التمر بقن يعلق في المسجد للمساكين حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يطرفها يميناً وشمالاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ضخ فليعد به على من لا ضخ له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أطحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفعب الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبر عمر ثم قال له ألا أكبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها فرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظت حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا مطعب بن محمد بن شرحبيل حدثني يعني بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرص حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ذهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن ابن بجيت عن جدته أم بجيت وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليه إن المسكين ليقوم على بابه فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجد له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده حدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسماء قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها قال نعم فقلي أمك حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن خيار بن منهور رجل من بني فزارة عن أبي عن امرأة يقال لها بحيثة عن أبيها قال استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميطه فجعل يقبل وينتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملف قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن بكر السهم حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مستينة فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه حدثنا أبو العباس القلوري حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معادم التميمي حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة حدثنا عصنان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاب بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى سروا أنكم قد كافئتموه حدثنا موسى بن أسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحا عن عاصم بن عمر بن قتاد عن محمود بن لبيت عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجفه بها فلو أطابته لأوجعت أو لعفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ضفر غناء حدثنا عثمان بن أبي شيبا حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه ذات خذ عنا ما لك لا حاجة لنا به حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخضرية يقول دخل رجل للمسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له بثوبين ثم حتى على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاحبه وقال خذ ثوبا حدثنا عثمان بن أبي شيبا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك غناء أو تصدق به عن ذكر غناء وابدأ بمن تعوه حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعلة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعوه حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبا وهذا حديثه قال حدثنا الفض بن دكين حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخرصاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنص مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهله قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهله قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك قال ألماء حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيد والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب حدثنا أبو بدر حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن مبيع عن أبي سعيد الخضرية عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من كمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ضمأ سقاه الله من الرحيخ المسلو حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل وحدثنا مسدد حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاع عن حسان بن عصية عن أبي كبشة السلوين قال سمعت عبدالله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلى هن منيحة العنع ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخلهم الله بها الجنة قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنع من رد السلام وتشنيت العاطف وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمسة عشر أطلا حدثنا عثمان بن أبي شيخة ومحمد بن العلا المعنى واحد قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مفروغ عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفتدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبد السلام بن حر عن يونس بن عبي عن زياد بن جبير بن حية عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من النساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا قال أبو داود وأرافيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم فقال الرطب تأكلنه وتهدينا قال أبو داود الرطب الخبز والبقل والرطب قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا فريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسف زوجها من غير أمره فلها نصف أجره حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عمعطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه قال أبو داود هذا يضعف حديث همام حدثنا نوسى بن اسماعيل حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سابق عن أنس قال لما نزلت لن تنال بالر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهد كأني قد جعلت أرضي بأريحاء له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمر بن زيد منات بن عديد بن عمر بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك بن النجار فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي قال الأنصار بين أبي وأبي طلحة فتة آبا حدثنا هنلاد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشش عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كانت لي جارية فأعطقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك أو قال زوجك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط عليه في رزقه وينسأ في أثره فليقل رحيم حدثنا مسددا وأبو بكح بن أبي شيبة قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن عبد الرحمن بن عوك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بثته حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلم أن الرزاد الليسي أخبره عن عبد الرحمن بن عوك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خاطع رحلة حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمر وفطر عن مجاه عن عبد الله بن عمر قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الوافر بالمكافة ولكن هو الذي إذا قطعت رحيمه وصلها حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبطر فبخلوا وأمرهم بالقضيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجر حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثتني أثناء بنت أبي بكر قال قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبايع بيته أفأعطي منه قال أعطي ولا توفي فيوكى عليك حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين قال أبو داود وقال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تحفي فيحصى عليك حدثنا محمد بن كثير أخبرنا يا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن سعيد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيع فوجدت صوتا فقالا لي اطرحوا فقلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت صرة فيها مئة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حول فعرفتها حول ثم أتيته فقال عرفها حول فعرفتها حول ثم أتيته فقال عرفها حول فعرفتها حول ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها فقال اشفظ عددها وويكاءها ووعاءها فإن جاء طاحبها وإلا فاستمتع بها وقال ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعنى قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعنى قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة وقال عرف عددها ووعاءها وويكاءها زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها وويكاءها فادفعها إليه قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن غيذ بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها ثنة ثم عرف وكاءها وعقافها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئد قال يا رسول الله فضالة الإبن فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حمرت وجنتها أو حمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسنادي ومعنى زاد ثقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأك بها ولم يذكر استنتق قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلم عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قالا حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن ثاني من أبي النبر عن غسل بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فعرف عفافها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه حدثنا أحمد بن حف حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طغمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعريفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفافها ثم أخضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلم عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفافها وعددها فادفعها إليه وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيه ويحيح نسعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفافها وركاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفافها وركاءها وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني احرحان وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيد المعنى عن خالد الحداء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن خمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقبة فليشهد عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يؤيد فإن وجد طاحبها فليردها عليك وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبي عن جديه عبد الله بن عمر بن العاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن اكتمر المعلن فقال من أصاب بفيه من بي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة بثنيه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريم فبلغ سمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن النقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمش حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني عمر بن شعيب بإثناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنف عن عمر بن شعيب بهذا الإثناد قال في ضالة الغنم لك أو لأسلك أو للذئب خذها قط وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمر بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمم وحدثنا وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن وهو عن عمر بن الحارث عن بكير بن الأشاج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طارب وجد دينارا فأتى به خاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رسول الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتتهم مرأة تنشب الدنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أدل الدنار حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع عن سعد بن اوت عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيرا طيب فاشترى به لحنا حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن ابي فديك حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد اخبرت ان علي بن ابي طالب ادخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجور فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء الى فاطمة فاخبرها فقال اذهب الى فلان اليهودي فاخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به فقال اليهودي انت خسن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء به فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى اولان الجزار فاخذ لنا بجرهم لحمى فذهب فرهن الدينار بجرهم لحمى فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وارسلت الى ابيه فجاءهم فقالت يا رسول الله اذكر لك فان رأيته لنا حلالا اكلناه واكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال كلوا بسم الله فاكلوا فبينما هم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ارسل الي بالدينار ودرهمك عليه فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أب الزبير المكي أنه حدث عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والصوت والحبل وأشفاهه يلتقطه الرجل ينتفع به قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناد ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أب الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمر بن مسلم عن عكرمة أحتبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عمر عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان السيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبه قال ابن موهب عن عمر حدثنا عمر بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان السيمي عن المنجر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيت فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هاده قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال